مسيرات الثلاثين من يونيو رسائل مهمة للبرهان والفلول وآخرين صلاح شعيب ملحمة مسيرات الثلاثين من يونيو التي انتظمت اليوم عادت الحيوية للروح الثورية في مدن وقور البلاد وهي تبتل رسائل مهمة جدا بعد مرور قرابة عام على الحكم المدني المتعثر وقد خرجت جموع الشعب السوداني في استفتاء ملهم لتبين قدرتها على قلب الطاولة من جديد لتحقيق حلم شهداء الثورة السودانية الذين ماتوا تحت ضل شعار حرية سلام وعدالة أول المعنيين باستلام رسالته عاجلا هو الفريق البرهان والذي تقول إليه مسؤولية الحفاظ على الكوادر الإسلامية بالجيش وجهاز الأمن والشرطة بل إنه بتهاونه وتراخيه يعد خط الدفاع الأساسي لفلول النظام التي تتآمر هنا وهناك في القوات النظامية لعرقلة تنفيذ الإطاحة بوجود الحركة الإخوانية وانتهازيها في الدولة فضلا عن أنه بوصفه المسؤول الأول عن الجيش ظل البرهان منذ السقوط البشير وأثناء المفاوضات التي جمعته مع القوى الحرية والتغيير حريصا على أن لا يكون للسلطة المدنية دور في إعادة هيكلة كل القوات النظامية وأولها الجيش والذي ما تزال خلايا الإخوان النائمة تمرح فيه وتسرح كما أنها المسيرات الغاضبة لتذكير حمدتي بأن الشعب السوداني يقض وأنه مهما امتلك من قوة عسكرية فلا مناص له من دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة عاجلا أم آجلا إذ لا يمكن على الإطلاق أن تنشأ قوتان موازيتان في التسليح للدفاع الوطني في دولة واحدة ولذلك فإنه سيفهم اليوم أيضا بأنه لا حاجة له للإقترار بقوته العسكرية ما دام البشير نفسه الذي صنعه ثم امتلكه بجانب الجيش والأمن والشرطة وكتائب الظل والدفاع الشعبي قد أسقطته ذات الجمع التي خرجت اليوم من كل فج لحراسة الحاضر والمستقبل السوداني أما حمدوق وطاقمه فهما المعنيون أيضا بقراءة الرسالة مثنى وثلاث نتيجة للضحف البائن في تعامله المرن بجانب بعض وزرائه مع فلول الدولة العميقة والذين ما يزال بعضهم سفراء وملاك أجهزة إعلام خاص ورؤساء أقسام في أجهزة الإعلام الرسمي وكتاب وقضاة ووكلاء نيابة وهم الذين يعرقلون خطوات الإصلاح ويثيرون الفتنة ويستفزون مشاعر الثوار بل يمدون ألسنتهم لنا ويسخرون في الصحف وبرامج الفضائيات من الثورة ودورها في بناء السودان وبالنسبة لفلول الحركة الإسلامية إجمالا والقوى الحليف المتربصة في الداخل والخارج فلا بد أنهم تلقوا الرسالة بكثير من الإحباط خصوصا أن مشهد ملايين الثوار في العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد أسقطت رهانهم على إطفاء جذوة الثورة التي جاءت لتبقى وتصدع الأمل وتنجز وعد شعارها فالملايين التي خرجت في هذا اليوم حددت للمرة الثانية أنها لن تحكم مرة أخرى باستبداد فكر الإخوان المسلمين بل رددت كلمتها للمرة الثانية بأنها لن ترضى بغير اكتثاث كادر النظام البائد في المشهد السياسي كلية ومحاسبة الفاسدين والذين انتهكوا الجرائم كذلك هي رسالة المواكب الأهم في بريد قوى الحرية والتغيير التي لم تراعي حساسية المرحلة التاريخية ونشطت في حسم ثأراتها القديمة وخلافاتها الحزبية بدلا من أن تكون في مستوى المرحلة لدعم الحكومة عبر تناغم مرجعيتها في شؤون السلام والاختصاط والإصلاح الهيكلي في جهاز الخدمة العامة فالشعب السوداني الذي وثق في هذه القوى التي تمثل حاضنة للحكومة لم تجد مصلحته الراهنة والمستقبلية الاعتبار الكافي لدى مكون قوى الحرية والتغيير إذ لم يتم التنازل للحفاظ على الحد الأدنى أو المتوسط من التوافق منعا لإرباك الحكومة ومجلس السيادة وقواعد الثوار والمجتمعين الإقليمي والدولي ولعل السانح الآن أمام قوى الحرية والتغيير لمعالجة خلافاتها وترميم نسيجها وخلق هارموني سياسي لقادة هذا التحالف أجبه بصد الهتافات الموحدة لقواعد الثورة في مسيرات الثلاثين من يونيو لقد عادت المسيرات المعمقة بالروح الوطنية الثقة للثوار أنفسهم وكانت تمرين ديمقراطيا ساخنا لممارسة حق التظاهر وينبغي لكل الجهات المعنية التي تلقت هذه الرسائل التي بعثها الثائرون أن تؤوب إلى رجدها فلا شيء يقف أمام حلم السودانيين مهما كان التآمر لتحقيق دولة المواطنة الديمقراطية كاملة الدسامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر